احذروا تشكيروا تيكت طيارة من باياما. باياما ده يا جماعة ممكن تهجز من خلال تيكت طيران. لو انت داخل على او اي حاولوا التجنبو نهايين. ان للأسف الشديد طلع موقع. انا حصل انها نصاب لان انا بالنسبة لي عن تجربتي الشخصية. زي ما شايفين دي قدامكم الفاتورة اشتريت تيكت طيارة بمئتين وتلاتة يورو. كنت طالع من جورجيا الى بيلاروسيا. وللأسف رحت المطار لقيت طيارتي متكنسلا. طيارتي انا بس مش الطيارة كلها. الطيارة موجودة والناس مش سفرة الا انا. يا جماعة في ايه اللي حصل? اولي لا مش عارفين ايه السبب. ارجع شكل الطيارة. طب الفلوس انا دفعها مش بتاعتنا ملناش فيه. فحاولوا تاخدوا بالكم اول ما تشوفوا الويبسايت ده او البروبايدر ده. ابعدوا عنه وما تشتروش من خلاله. اشتريت التكت ستة عشرين نوبمبر وتكنسلت يوم تمانية ديسمبر بدون ادنى سبب. رحت المطار ملقتش الطيارة بتاعتي ملقتش حجزي. واتريت ان انا احجز طيارة تانية. وبدل وكده خسرت ربعمية يورو تقريبا تقريبا في حدود سبعة تعمل تلاف جنيه. واحذروا في مايا وتابعوني على الانستجرام.